في إطلالة هي الأولى من نوعها من دار الفتوى أطلقت هيئة العلماء المسلمين مبادرتها لمعالجة ملف العسكريين المخطفين دار الفتوى لم تعطي غطاءً ولذلك دعى المفتي عبداللطيف دريان الهيئة إلى وضع مبادرتهم في عهدة رئيس الحكومة الذي يرأس خلية الأزمة المبادرة تقضي أولاً بإطلاق سراح النساء المعتقلات وترتبط بشرطين أساسيين تكليف رسمي من الحكومة اللبنانية للهيئة والقبول بمبدأ المقايضة إذا كان الحكومة عندها نية المقايضة عندهم نية فهنا نتدخل أما إذا كان ما عندهم نية وإنما يريدون فقط تمرير الوقت وأقناع الناس بأنهم يسعون في حل المشكلة فدخولنا وعدمه سواء فلماذا نغر الناس بأننا تدخلنا ونهيمهم بأن الحل بين أيدينا ثم نفاجأ بزبح عسكري هنا أو هناك فيقوم الناس علينا تقوم ثائرة الناس علينا المبادرة لم تنطلق من مونة على المجموعات الخاطفة قال الشيخ سالم الرافعي بل من حس ديني وإنساني واستجابة لطلب أهالي المخطفين هل المسلحون يرضون أن نكون نحن من ضمن الوفد للسعي بالمبادرة هذا أمر أول شيء قبل أن نستثبته نريد أن نتأكد أو نأخذ الأذى من الدولة قبل ما نعرض عليهم يوافقون أو لا يوافقون حتى لا تتم الموافقة ثم تقول الدولة لا نسمح لكم قبل التفويد من الحكومة لن تبدأ الهيئة بمبادرتها ولا بالاتصال بالمسلحين وفق ما قاله الشيخ سالم الرافعي للأل بي سي آي فهناك موعد قريب مع رئيس الحكومة هذا اللقاء القريب سينعقد بعد عودة رئيس الحكومة من سفره إلى باريس أي الأسبوع المقبل أي بعد انعقاد مجلس الوزراء وموافقته بالإجماع على شروط المبادرة اشتركوا في القناة